السلام عليكم و مرحبا بكم معي في القناة اليوم فيديو جديد سنشارك معكم بعض التغيرات اللي سنقوم بغرفة النوم بأشياء بسيطة أول حاجة سنبدأ بها نمسح الغبرة بهذا الليلانجيت اللي كتشوفو ناخدو غشي كاليتيت كورخيصة و نخليوها خصيصا على حسب الغبرة سنقوم بمسح الغبرة بطريقة زوينة بزاف و عملية و في نفس الوقت ستخلي الريحة زوينة أول حاجة كندير مبعد ما خويت غرفة النوم يعني حيت منها الكوفر اللي باش كانت غطاء و زولت لها الغطاء ديال نموسية و بدلت كدليك الغطاء ديال المخاد اللي كانستعملو ديال الوسادة و دوزت واحد شطيبة عفوان خفيفة على البيت باش هكامني يكون كامسح الغبرة مارجانش عاوت نشطب باش الغبرة ما تتلاش و صافي كامسح الغبرة ديالغورفة كاملة و كندوز كدليك حتى النموسية كنفضها مزيان ممكن انكم تشتبوها با تشتبوها موهيم باش ما بغيتو سواء كنتم عندكم باي باي او لا مكنسة الكهربائية و صافين بعد ما كملت غادي ناخد الغطاء ديال ديال النموسية و غادي نبقى نفرشو انا بالنسبة للاغشية بالنسبة للاغطية كان نغيرها مرة في السمانة نتو مع الحسب الاحتياجات ديالكم و الحسب موهم الرغبة ديالكم صافين بعد ما فرشت هنا يا الغشاء هد الغشاء ضروري نديرو لان هو الليك يحافظ علينا موسيبش ما تبصيخش كندوز كدليك حتى المسنت انت هو كان بدله الغشاك يقول لكم رأي كان بدل اغطية كاملة مرة في السمانة و صافي كان حاول اناني نسررها مزيان و غادي نكمل المسيح ديال الغبرة ديال الغرف كاملين هنا يا هدو 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 هم المخد اللي كان نعسو عليهم يعني كيكونوا نازلين او لا ما فيهمش بزاف ديال اللاواط هاك يكونوا حادرين شاشوية مش ما كيعدوش في الناس و صافين بعد غادي نكمل غادي نمسيح الغرفة كاملة غادي نمسيح لها الغبرات ديما بهاد بهاد الليلانجيت هادورم بكي سهلوا عليكم المؤمورية و ما كيعقزوكم شأنكم تمسيحوا الغبرات و دبا غادي ندوز باش نمسيح الكوافوز كي كتشوفو راني خليته مرون و غادي يعني غادي نضموهم عبعدياتنا غادي نزول منو هاد الاشياء اللي فيهم الفوق و هاد البوندد اميرة ديال بنتي و غادي نحاول اناني نغير هادلي طابي هادو اللي كانين غادي ندير طابيات جدادين و غادي نغيرو حت تغير بسد في هاد الغرفة هادي باشياء بسيطة ما فيها بس مره مره نكسروا الروتين و نغيرو الدكور ديال ماشي غادي لغرفتنا و ديال جميع المنزل ديالنا نغيرو نغيرو الدكور بلا ما نهل كوراسنا و بلا ما نهل كوجيبنا نحاولو انا نغيرو باشياء بسيطة و بالاشياء اللي متوفرة عندنا في المنزل سوف يكون بعد اما خويت الكوافوز غادي نحتى هو غادي نسحه مزيان بلي لا نجيد و كذلك الزجاج او المرايا حتى هي غادي نمسحها و في الحقيقة هاد الفيديو تمحني بزاف فيما كان صور كالقراسي كانبان خصوصا مع هاد المرايات هادو و راها اخدالي واحد الوقت طويل في المونتاج و كانتمنى هاد الفيديو يعني يوصل يعني دك المجهود اللي يدري فيه ما يمشيش هباء المنطورة و يكون واحد تفاعل كبير و دعمونا البنات باليجيم و فرحوني بالتعليقات ديالكم و سوف يقول لكم بعد ما نسحها الكوافوزة مزيان غادي ندير في هاد الطابي هادي بالنسبة لهاد الطابي هادي او للطابي ديال الفرير اللي عاهم ديرين هاد لياما تضجة في الفيسبوك في اليوتيوب فيما مشيت كالقاهو انا يا ما اخديتهم ش يعني ما شريتهم ش صيبتهم باشياء واحد طابي كان عندي كبير شي شوية وصيبت مهم فيديو الجي ان شاء الله دابا نشارك معكم الطريقة باش صيبت هاد لي طابي هادو راني صيبت حتى طابي الفرير بحل كيكونوا على شكل ديال هي دورة صيبت منهم و الفيديو الجي ان شاء الله كيقول لكم غادي نشارك معكم الطريقة كيفاش صيبتهم وكيبقوا اقتصاديين وما كيتقاموا بثلاثين درهم ما كاملاش اللي جيتوا تاخدهم يعني مش هاد طابي صغات طابي الكبارين اللي جيتوا تاخدهم رام كيديرو ميا وستين حتى الميتين درهم احنا نصيبهم هكا بيدينا وكيتقاموا رخاص صافي مبعد كندير هاد هاد البلاتو هادا او هاد السينية ديال الزج ديال المراية وكم قا نستفيها لي بارفم ولي كخيمة غاتونت ومهم كنستفيها هادوك الاساسيات ما كنكترش فيها بزاف الحواج باش مايجيش كوافوز عامر ومرول بالنسبة الاشياء اللي ما كنستعملش بزاف كنديرها في الكوافوز التحت كنناخد شي مونطيم وكندير فيه دوك الاشياء اللي ما كنستعملش كي يقول لكم كنخليغي الاساسيات هنا وكننوضع ذاك المجرحة هادا هادا نشارك معكم الطريقة كيفاش صايبته ومن بعد صافي فاش مسحت الغرفة كاملة كندوز كندوز يعني في هاد الاتناقراني مسحت حتى السرجم او لا النافيدة كندوز نجفف البيت هادا الخشب هادا او هادا العودكي كتشوفو راكيخصوغيج جفاف ماكيخصوش يتقاسب المي لتقاسب المراكي داع سفي كنجبد هاد الكوافوز التكاملي اللي كانين وكنجففتهم زيان بجفاف وحتاج الجفاف راكيساعد كيساعد بزايا في التنضيف في التنضيف ماشي في التنضيف ماسي ديوش عليها وصافين بعد ما جففت هاد الكوافوز غادي ردو البلاستو غادي نكمل جفف البيت كامل راكو عارفين غرفة النوم بعد المرة كان مشطو فيها الشعر راكي تكون فيها الخملة كتيرا خصوصا غرفة النوم راكيكون فيها الخملة هاد هاد جفاف هاد راكيساعد بزايا في وكيحيب ديك الخملة كينا الكاملة اللي كينا وصافي غادي نكمل مهم بها الطريقة كل شي راني عارفاكم تبار كلا حادقات وكل شي عارفاكم كتعارفو جفو واتقاش تقول هادي راكي تبرينا طريقة جفاف كيقوتكم انا كان شارك معاكم صباح كيداز وبعد تغييرات البسيطة اللي كان ديروها وكتفرحنا وكنكسرو بها كاميرا مرة الروتين سافيدة بنبعد مجفف البيت كامل ونشف سوف ناخد الكوفر لي وانتو ما تاخدوا اي حاجة كتستعملوا سوف نفرشها وما فيها بس هكا كيقولكم مرة مرة نكسرو الروتين ونبدلو الدكور بلا ما ننهلكو جيوبنا وباشياء بسيطة ما نحاولوش اننا نكلفو على راسنا راسة عادة في البسطة البنات ما نحاولوش نقلدو فلان ولا علان نتمشاو على قدر الاستطاعة ديالنا ونمشيو على يعني كل واحد يمشي على القدرة دياله ماشي نكلفو راسنا ونسلفو باش نديرو بحال فلان ولا نديرو بحال فلان راه السعادة ماشي بالتقليد ديالاخرين راه السعادة بالقناع الانسان يقنع ويرضب دك الشي اللي اعطاهمو لنا ومعرفتي الخير فين كان ومعرفتي غدا ان شاء الله يعني غدا ما عادش شنو باش يعوضنا ربي وصافي هذا مكان بلا ما نكتر عليكم البلا بلا بلا مزافد البلاد كيقولولي كاتكتر البلا بلا راكو غيب حيت عزازين الي وكنفوج معاكم وصافي بعدما فرشت الكوفر لي خليت هالكاشميرا بأبي ما أنادو كلي طابي ديالفورير اللي غندير ران اللون ديالهم في النوار يعني اللون ديالهم اسود خليت هاد الكاشميرا هادي حتى يارا تامن ديالها رخيص ما شي غالي وصافي غادي نفرشها من الفوق بغي باش نبغي باش الدكور جيش شوية متواتي مع بعديات واجي نتناسق واحد شوية وكذلك هاد نغيره فلول كنت نفرشها بالمارون ودبا غادي ندور هاد النوار هذا باش نبدله به الشكل ديال الغرفه شي شوية ونكسروا الروتين في ديالالوان وصافي غادي يعني كناخدها الكاشميرا كنصرحها مزيان ثم ديروا الدكور اللي عجبكم وشكل اللي عجبكم ومهم انكم تغيروا الغرفة بلا مسات بسيطة هاكا وفي الحقيقة هاد هاد يعني وخي كتكون تامارا وخي كتكون شقمي كتسالي كتحسي بالنظافة وكتلقي واحد المنظر تغير كتحسي بالراحة وكنسو ديك تامارا وديك العياة كامل معرفتكم شواش حتى انتم البنات بحالي يعني فاش كتتخملو كتحسو بالضنقية كترتاح وكتحسو بالسعادة إلا كنتو بحالي خليوها لي في التعليقات وصافي كلمتها بها الطريقة ودبا غدي ناخد ذاك الهيدورا او لديك الطبي للفورير كي قلت لكم غدي نشاركها معاكم في فيديو المقبل ان شاء الله وكان وضحها الجنب هاكا غي باش كنضيف واحد اللمسة وكنحس ان الغرفة فيها واحد تغير ولو انه بسط ولكن ركي اعطي واحد نظرة زوينة وصافي هادا مكان وهادي واحد طبي تانية سايتها شي شوية طويلة او لكبيرة زيدة في الطلع الاولى وغدي نفرشها هاكا تحت السرير بحال الزطماء ديال عم الزطماء بحال طبي في الارض وصافي زربية صغيرة بعد كناخد هاد المباخرة هادي ديال الزطل اللي عندي راه هاد زوينة بزاف الحقيقة نفعتني بزاف كنعمروها بالماء وكتاخدوا اي بارفن عزيز عليكم او لا اي زيت الاساس او لا الروح ديالشي بارفن مهم اللي بغيتو وصافي بعد كترشو فيها في الداخل كترشو هادا رتيش اسماشي بالزايف انا قدرت هاد بارفن هادا كيعجبني وصافي بعد كنصدوها وراكا تخدم بالدو كان برونشي والبريز وكتبقى تعطي واحد الريحة زوينة في الغرفة كاملة وفي نفس الوقت كتبقى تعطي واحد البوخار كيعطي واحد شكل زوين وكتشعل الضوانة وكتبقى تعطي واحد الريحة كذلك اغزالة وهذا مجر كان مجر عادي اخذيتو ب13 درهم دو كليشيت ديالي طابي اللي بقاولي صايبت لصقتهم فهذا المجر هذا ووجه واحد من هيدر ديالوزوين دابا نشارك معاكم حتى هو الطريقة في فيديو المقبل ان شاء الله وهذه هي الغرفة بعد ما مسحنا الغبراء ومسحنا الزاج كذلك كامل ودأهورة فيها وتمنيتكم انكم تشموا الريحة اللي كتعطي ديك من باخرة دوماج هاد الوبسيون هاده مازال ما كينش مازال ما ديرينوش نشمو حتى الروائح ولكني من هنا المستقبل معاه فلاش غايكون مهم هاده هو الغرفة ديالنوم كيكتشوفوها ريال بسيطة يعني الساعدة رف البساطة ما عندي شي شي ديكورة واو ولا شي حاجة غالية وكل شي بتأتمينة مناسبة وفي متناولة الجامع حاولت انني نغير غرفة النوم وننظفها هاده هو الشكل ديال هكي كتشوفو حتى ديك تطبير كتعطيها واحدة المنظر رائع واحدة الراونق هائل وهدا هو الفيديو دياليوم كانت منا ينال اعجاب ديالكم وكانت منا انني نكون فتكم ولو بالقليل وشكرا الى فيديو مقبل ان شاء الله